بتقيم ازاي مباراة مبارح الشوت الاول كتير اوي شافه الاهلي كان بلعب وكان حاضر وضيع فرص كتيرة جدا الشوت التاني كان فيه غياب لنادي الاهلي واداء ما كانش على الوجه المطلوب تقيمك بشكل عام لمباراة الاهلي مبارح والله خلينا نبتدي الاول طبعا انك قلت هي مباراة الفرص الضائعة مش كده وبس خلينا نقول انها مباراة خيبة الامل مباراة ضياع الحلم اللي كانت جماهير مصر مش جماهير الاهلي بس اللي بتحلم بيه ان يكون عندك نعرص محترم كده في المباراة النهائية الاهلي بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى مبارح فرط في الوصول للنهائي الكاس العامل الاندية الاول مرة في تاريخه وفي تاريخ افريقيا وفي تاريخ الكورة العربية نادي الاهلي كان من الممكن يحقق انجاز ما بعده انجاز بالامس ما حققوش من 2006 من مشاركته في كاس عامل الاندية لأول مرة للأسف طبعا الاهلي مبارح كان قدامه فرصة كبيرة جدا بيقابل فريق هو متوسط اعماره من 16 سنة ل43 سنة 45 سنة فانت كان عندك مبارح سهل جدا انك انت تتحك عليه كده بلغة الكورة وتقدر انك انت عن طريق عناصر الشباب اللي موجودة وعناصر الخبرة في الناد الاهلي والسرعة والياقة البدنية والحلم الافريقي والحلم المصري تتكلم كلام كتير قوي نادي الاهلي كان ممكن يفوز منتهى الاريخية في الشوت الاولاني واحد واثنين وتلاتة خرج حتى بالمناسبة في الومنينسي المعظم اللاعبين بعد المباراة والمدير الفني وتكلم يمكن فليبو اللي هو المدافع في الومنينسي البرازيلي الرجل عنده 43 سنة حارس المر سنة فابيو وهو عنده 40 سنة بيتكلم يقول احنا فرقة اربعينية احنا قدرنا ان في النهاية ننتصر على عناصر الشبابية شباب الناد الاهلي كانت مباراة صعبة كانت مباراة قوية فريق الناد الاهلي قدر ان هو يعني يكون يعني اقل تحفظا مننا في الشوت الاولاني يعني من لغة الكرة كده نكنش خايف مننا ده هو اللي خوفنا احنا اللي كنا عامنين له حساب وبالفعل كانوا عامنين نادل اهلي حساب انت للأسف مباراة ما كنتش مصدق نفسك انك انت بتصل للمرمى مش مصدق نفسك انك انت رايح نهائي المونديال مستعجل انك انت بتصل للنهائي بسرعة طب اصبر ارتاح اوقف على الكرة انهي الهجمات بشكل محترم طبعا كانت نتيجة عكس ذلك بيرسي تاو بيضيع رجل بيجري بيجري في النهاية خلاص حس ان هو وصل للاخر فبيقف رغم انك بفوت تكمل وتحرز اهداف او انك انت تعمل أسست محترم كهرابا ضيع مارح للأسف وكان له رقل الجزاء ولكن مش هتكلم عن التحكيم من التحكيم له ما له وعليه ما عليه في النهاية انت ضيعت كتير حسين الشحات خارج الفورمة عايز يلعب نفس اللعبة يحرز نفس شكل الهدف اللي احرازه فيه اتحاد جدة نسخة بالكربون من مباراة تحاد جدة في شوط الاول نسخة بالكربون من مباراة ساندونز هنا في استاد القاهرة في الدوري الافريقي ضيعت اكثر من فرصة ضائعة خلاص اللي بيضيع ما بيكسبش في الكورة ما هو مين اللي المفروض يسوق الكولر كولر مبارح ما عملش الحساب احنا فيضلنا وفي الاعلام ونقول يا جماعة الفرق كبار في السن يجماعة الفرق في السن هم حولوا ضعف النقطة دي انهم كبار في السن لخبرة وارد في الملعب مدير الفني عندهم كان عارف سوق الماتش وكان عارف يقرى الماتش مديئين المسافات بيرعبوا من رجل للرجل حولوا النقطة اللي عندهم الضعيفة بتاعة ارتفاع السن لخبرة واداء في الملعب احنا معرفناش نحمل كتب فرقة كبار في السنة أنا كنت أشقيهم أجريهم رايحة جاي أي واحد كان حايفة بالمناسبة أنت شقتيهم فعلا في الشطلة أولاني شطلة أولاني أنت قفلت المساحات بشكل كويس لعبتي على الأجنحة بشكل كويس كان بيرسي توب يتحرك كان كهرباء يتحرك حسين الشحات كان يتحرك الشطة الأول الأهلي كان يفرح الشطة الأول حسيتي أني كنتي رايحة لنهائي كاس عامل الأندية بمنتهى الأريحية زي ما قلنا في بداية الفقرة لكن للأسف هي اللعيبة خبرتها ومستواها بينتهي عند الحد ده أنا مش عايز نتعامل بالقطعة مع لعيب النادي الأهلي ومع كولر لأن كلنا سقفنا في مباراة اتحاد جده وقلنا برافو كولر على مستوى تكتيكي والفني برافو لعيب النادي الأهلي على مستوى البدني وعلى مستوى انهاء الهجمات في الشطة الثانية لأنك في الشطة الأول أحراص طلاقة للجزاء وممكن تجيب اتنين وثلاثة لكن أنت ما قدرتش تستغل ده خطة في لومنينزي لازم تكون مختلفة لعب الأهلي وهو بيلاعب اتحاد جده لازم تبقى الفكرة مختلفة في إدارة الموقع اتحاد جده كان أقوى اتحاد جده كان أسرع اتحاد جده كان مع الجمهور وكان مع الأرض وكان مع حاجات صلاحيات كثيرة جدا ولولا ركلت الجزاء التي تصدى لها الشناوي كانت المباراة ممكن تنقلب رأسا على العقب تماما لأن تعادل اتحاد جده في آخر الشطة الأول كان حيخبط من عزيمة ناد الأهلي كان حيرفع من معنويات اتحاد جده ولكن جاءت الرياح بما يشتهى الأهلي وبما لا تشتهى جماهير اتحاد جده ففي النهاية انت تصديت لقلت جزاء وقدرت محاسن الصدف في الشطة الثاني انك انت تجيب الهدف الثاني والهدف الثالث وتخلص على بنزيمة ورفاقه ولكن المباراة كان غير كان غير بمعنى انك انت في الشطة الأول ما صدقتش نفسك ضيعتك كثير الفرص في الشطة الأول كهرباء وبيرستاو وحسين الشحات كان صعب جدا انك انت تلاقي ده في الشطة الثاني الشطة الثاني الكل توقع ان فلومانينسي حيتراجع وان الهدف هيركب المباراة كده بلغة الكورة ويقدر انه هو يحرز الهدف الأول ده ما حصلش اللي حصل انك انت قاعد أول عشر دقيق تتفرج على البرازيل بتلعب مش على فلومانينسي تماما الكورة البرازيلية اللي دايما كانت تيجي تقابل غانا كده فغانا في كسرها تيجي تخلص كل اللي عندها في الشطة الأول هيا خلصت تعالي في الشطة الثاني هدف واثنين وثلاثة وتستغرب ازاي المباراة وانا في السلح برضو فكرة كبار السن اللي ما انقلت عليها والحديث في الاعلام ان هم دول فرقة كبار السن برضو في خبر لان هو حتى ركلة الجزاء اللي خدوها مننا ملعوبة بخبرة حقيقية ان هو يعرف ازاي ياخد ركلة جزاء في الوقت ده بشكل كبير ليه عندنا مشكلة كبيرة في الأداء الهجومي يعني ده مش بس تكرر في ماتش مبارح في ماتشات كتيرة جدا عندنا مشكلة في الأداء الهجومي للنادي الأهلي بقى انه فترة برستاو او حتى عسين الشحات او كهربا مبارح زي ما حراك قلت اللمسة الأخيرة فكرة التهديف طب انا انا محتاج خط هجوم محتاج مهاجم في النهاية يجيب لي جون يعني ما بحصلش لي اللمسة الأخيرة دي لا انا ما اتفق معاك طبعا مشكلة نادي الأهلي مش مشكلة مش وليدة الأمس ولكن عفوان هي موجودة من أيام مسماني مسماني لما خلص كل اللي عنده مع النادي الأهلي وراح كاس عامل الأندية واخد دوري واخد دورة أبطال أفريقيا والحكاية والرواية وقدر انه هو يعمل تاريخ مع النادي الأهلي فجئنا ان الرجل بيعاني من ان النادي الأهلي ما عندوش اللمسة الأخيرة ان اللعيبة بتنهي الهجمات بشكل سيء جدا وجبع دي سوارش عانى من نفس الأمر وكل رمبالي حقات في المؤتمر الصحفي أنا مستقل جدا للأسف دي مش أول مرة النادي الأهلي بيضيع احنا بنؤدي بنفس هذا الشكل في الدوري المصري الراجل كان يخرج عن شعوره ولكن تملك عصابه في النهاية منظومة النادي الأهلي بتحترم الراجل كمدير فني بيحترم لعبته بيتكلم عن فنيات عن سلبيات بيعترف طبعا بأخطاءه ولكن في النهاية ما يقدرش يفتح المسألة أكتر من كده ما يقدرش يفتح الملفات أكتر من كده ولكن المسألة بينها الأزمة بينها كولر عرفها كويس جدا اللي عيب عرفها كويس جدا أنك أنت عندك أزمة في اللمسة الأخيرة هل هي أزمة ثقة هل هي أزمة عدم تواجد مهاجم سوبر يليق باسمه وتاريخ النادي الأهلي ألي سيء الحظ تماما في التعاقد مع مهاجم سوبر أنتوني مودست الراجل بنزل 180 ثانية وبياخد طرد وبيغادر كاش عامل الأندية والكل منتظر قرار الأهلي أنه يرحل عن القرارة القمراء ولكن عناد كولر أنه هو صاحب أهلي الصفقة وشايف أنه هو يقدر يحقق من خلاله وشايف أنه المتاح لأنه ما قدتش يجيب موليكا ولا فوليكا ولا أي حد تاني أنا ما عنديش بدائل فلازم ألعب على راس حربة محترم كهربا ما هواش راس حربة حسين الشحات ما هو راس حربة مبارح بتحزن أنك بتلعب بطهر محمد طهر راس حربة أنا قلت أن الأهلي رايح والناس يقلت مني في الأهلي وناس كلمتني أنك أنت عمال تقول كهربا خرج نازل طهر محمد طهر وإن كم يحاول أن الراجل يؤدي وبالفعل ضيع كورة والتانية لكن في النهاية ما قدرش بيرسي تاهم ما بيصدقش نفسه أمام المرمى كهربا مبارح مش هقول ما سدقش نفسه هو رجليه واخدع المرمى وراسه واخدع المرمى ولكن برضو ما هواش المهاجم السوبر الولد الشائي المحنك اللي يقدر يخلص لك مباراة ولكن كهربا بيعافر في مركز رأس الحربة الصريح أيضا حسين الشحات نفس الأمر الراجل جناح طائر أيسر محترم وبيلعب الكورة بلسنج كده وبيخش زي هدف اتحاد جدة لكن ما قدرش المبارح يعملها وما قدرش يعملها مرتين كان ممكن يحرز هدفين للأهلي برضو ما قدرش فهي أزمة فكلر اتكلمه قال أنا عندي أزمة أن أنا بلعب مباراة كل يومين لا يا كلر هي مش أزمة لدي الأهلي كبير وانت بتلعب في الدورة كل ثلاثة أيام هنا يجي دور المدير الفني